كال هاويس هوبر 1869 إلى غاية 1946 ميلادي سياسي وباحث ألماني ولد في سنة 1869 ميلادي ودرس الجغرافيا واشترك في الحرب العالمية الأولى وتلقى إلى رثبة لواء في الجيش البافاري عين استاذا للجغرافيا بجامعة ميونيخ من 1921 إلى غاية 1939 ميلادي ورئيسا للأكاديمية الألمانية من 1933 إلى غاية 1936 ميلادي يعتبر مؤسس علم السياسة الجغرافية وهو مبتدى نظرية المجال الحيوي التي لعبت دورا في السياسة النازية وعثرت جدالا في القانون الدولي انتحر في سنة 1946 ميلادي